اشتركوا في القناة في مناطق سيطرة النظام السوري يوجد أربع معامل لإنتاج الكابتاجون ترتبط بأقارب بشار الأسد اثنان منهما في اللاذقية الأول هو معمل البصة والذي يشرف عليه سامر الأسد من أقارب رئيس النظام السوري والثاني في ريف اللاذقية وهو معمل دوير الشوة الذي يخضع لسيطرة ابن عم بشار الأسد الآخر والسيم الأسد والذي لا يقوم فقط بتخزين الكابتاجون بل أيضا بتصديره عبر ميناء اللاذقية إلى الدول الأوروبية وهذه صورة تجمعه مع تاجر المخدرات اللبناني نوح زعيتر وجميل فواز الأسد أما المعمل الثالث فهو معمل الكرتون بحلب في منطقة الشيخ نجار ظاهريا نشاط المعمل كما يرد في اسمه هو إنتاج الكرتون وتصديره ولكن في الحقيقة هو غطاء لكبس حبوب الكابتاجون وتصديرها إلى خارج سوريا ويدار هذا المعمل من قبل عبد اللطيف حميدي المنتمي لعائلة العميد عمر حميدي رئيس فرع أمن الدولة في محافظة حلب في زمن حافظ الأسد وقرب اسقلبيا بريف حما يتمركز المعمل الرابع وهو معمل القاترجي لتجهيز حبوب الكابتاجون برئاسة حسام القاترجي المقرب هو الآخر من النظام السوري كما نرى تماما صورته الآن على الشاشة ولكن ما هي شبكات نقل وتصدير هذه المواد المخدرة تؤكد المصادر أن هناك أربع نقاط رئيسية على الحدود اللبنانية السورية يقوم حزب الله بإدخال حبوب الكابتاجون عبرها إلى الداخل السوري أو إدخال المواد الأولية للتصنيع وهي القلمون الغربي أزمداني ومضايا وأخيرا منطقة لكسير كما نرى على الخريطة أما الخط الثاني للتهريب فينطلق من ميناء اللاذقية حيث تصدر شحنات الكابتاجون في طريق التفافي طبعا أولا إلى الدول الأفريقية وبعد ذلك تصل إلى أوروبا بحماية سامر ووسيم الأسد بينما خط درع الأردن الخليج فهو من أهم وأخطر خطوط تهريب المخدرات حيث تعمل مجموعات تابعة لحزب الله والفرقة الرابعة على استغلال عودة فتح معبر جابر نصيب لتمرير المزيد من شحنات الكابتاجون ويتم تجهيز الحمولة غالبا في نقطة قرب بلدة مزيرب بريف درعة ثم تتجه العين إلى منطقتين عفرين والراعي في شمال غربي سوريا حيث تهرب حووب الكابتاجون باتجاه تركيا عن طريق دفع مبالغ كبيرة كرشاوة لعناصر في حرس الحدود وهنا تتفرع شبكة أخرى من عفرين لكن هذه المرة الوجهة ليبيا حيث تتم العملية عبر الأراضي التركية بوسطة فصائل سورية تمتلك لديها مقاتلين في ليبيا وأهم سقور هذه العملية هو شقيق محمد الجاسم قائد فرقة السلطان سليمان الشاه وهي من الفصائل السورية الموالية لتركيا في شمال غربي سوريا ويدعى أبو سيراج إذن حسين بعد كل هذه التفاصيل هم يستنكرون وينفون بالبيانات الصحفية ولكن نحن نؤكد بالدلائل والبراهين نعم شكرا جزيلا لك هاجر على كل هذه التفاصيل وسيكون لنا وقفة معها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر